موسيقى موسيقى برحب فيكن مشاهدينا ومستمعينا بحلقة جديدة من انترفيو ببرنامج كأس النجوم تعرفنا على موهبة شابة لفتت الأنظار بوقتها وشكلت علامة فارقة من بعدها مسيرة طويلة ما بتخلى من الصعوبات تيقدر الفنان يظل محافظ على المستوى المطلوب صوت جميل احساس مرهف ودقة وتأني باختيار الأغنيات هيدا هو ضيفنا كريم الشاعر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور وأنا سعيدة جدا أنك ضيفنا اليوم أنا أصعد كمان أنت فنان لبناني أنا عرفت بيه برنامج كأس النجوم هالبرنامج اللي هيك إذا فينا نقول أطلقك فنيا ولكن أنت خضت مسيرة طويلة مثل ما قلت ما بتخلى من الصعوبات إنما أثبتت حالك أثبتت موهبتك كانت اختيارتك دايما موفقة بأغنيتك الخاصة وبشو بتنقل حتى تغني كيف بيحافظ الفنان على الزوء بزمن الفن الهابط إذا فينا نقول بده يحافظ على الزوء ما ينجر نحو الشي الهابط اللي عم نسمعه نعم بس كرميل التجارة إنو والله أنا بدي أضرب بغنيه معيني بلونه معين بترانده معين بده يحافظ على هو شو بيلبق له ممكن يعني أنا إذا بيلبق لي إشي هابطة كتير أو صريخ كتير عم بسمعه يمكن عمله بس أنا إذا بدي عمله أصلا ما بننجح نعم كريم يعني اللي بيعرفك ويلي بتيبعك فنياً بيعرف أنه أنت موقفت كل الوقت عم تعمل حفلات عم بتأدي أغنيات يمكن للعاميلة أو لكبار الفنانين بلبنان وبرات لبنان وعندك أغنياتك الخاصة كمان يلي في كتير مننا يعني أحلى أحلى لؤة سلم في كتير أغنيات بوقت اللي نزلت أخدت هيك صدى واسع هاي الحق بيه كانت أيام سلم وأحلى لؤة أحلى لؤة كانت إنتاج خاص وإنتاج خاص أنا بحبه كتير إلا قلك لاش رح نحكي عن شركة الإنتاج 100% لأنه الإنتاج الخاص هو غير أنه أنا بنقع عزوئي حلوة تتعذب الغنية بجمع الليرة فوق الليرة بجمع حق استوديو بجمع حق اللحن حلوة الواحد يكون عنده شوي صعوبات يتعب على شغله ايه مش إنه كل شي سهل بحياته وهذا بينجح أكتر بس كان وصلت في مرحلة كتير أوفر علينا يعني ما فيه طبعا ما فيه أخصوصي للتسويق التسويق هو المشكلة مش الإنتاج فأيه كانت أحلى لؤة كانت غنية حلوة كانت فاتحة خير علي نحكي كمان عن حب السنين عن حب السنين هو الألبوم اسمه حب السنين فيه حفقة عمري فيه سلم كانت عملت له فيديو كليب مع باس مغنية كان أول كليب بيعمله ممثل باس مغنية وقته أخرج كمخرج وهو صديقك وصديقك أكيد صديق مشترك كريم لما الفنان بيتعب مثل ما ذكرت على أغنياته وبيتعب على شغله وبيتعب على عمله كلها سنين ببعض الأوقات يمكن بيقول تاب وين دور شركة الإنتاج؟ ليش ما في شركة إنتاج بتدعم هالفنانين؟ أتليست بالإنتاج يعني بيدفع المصاري إذا فينا نقول خاصة بكل هالضائقة الاقتصادية يلي ما رأنا فيها قلتلي أنه الأريح للفنان بيكون لما هو بنائي بس قدي بيقدر يضاين؟ أريح فنيا وهي مانا كتير ماضي مانا كتير صعبة نعم يعني مانا كتير كتير ماضي صعب كتير خصوصا أنه أنا كمان بلحن وبعرف كتير شعرة يعني فالطريق سهل علي ولكن الشركات الإنتاج أنا بالوقت يعني بحكيكي بعد 2005-2006-2007 ما في غير شركة واحدة العالم العربي منها رفك طبعا روتانا أوكي فما كان نصيب أنه أخدوني مع أنه بعرفون بعرف المدرفين بعرف وبيعرفوا صوتي وبيسمعوني بالحفلات ما صار نصيب أنه مرحلون تعاخدوني أنا ما بدي ولا بعمل هيك نعم سو إجا منتج كان خاص وكان عنده محل أنا عمغني فيه يعني صراحة نعم فهو عرض علي نعملنا ألبوم حب السنين أنشأنا شركة أنشأ شركة كرمالة وقتها بس مشكلة ما أنا شغلته نعم هاي مشكلة لأنه يمكن ما بيكون عارف متطلبات العمل بشكل صعي 100-100 ومش بس هيك يعني هي مصار طويل يعني حط مصاري بده بده مش ضغري يرده المردود ما بيكون مباشر مش ضغري مش ديراكت يعني مش قريب صح وبعدين للفنان يضرب كمان فيه حز صح لحسن حتى يلم الانتاج اللي يحطوا بالسوق ما هو المنتج هو بزنس من بيجيب صحيح بيجيب بضاعة بده بيعها بدي بيعها مية بالمئة أو بده يسوق الفن بده يكون على مدى طويل فيه ناس منتجين بعرف نعم بحطوا مصاري كتير بعرف إلي أنا بعد فترة حرار طلعن وإنا مدة عشر ستين خمس عشر سنة وإنا ما عندي مشكلة بالاحتكار نعم المنتج هو معتر بالنهاية عم بيحط مصاري علي صح مثل كتار من الفنانين أو حتى مثل كتار من الناس عملوا مشاريع وإجت ثورة وإجت كورونا وما أخذت حقها وهي أغنية فعلا رائعة الأغنية هايدي أنا لحنتها بالتقريباً 2015 كلمات كمال أبيسي كلمات كمال أبيسي وإلحاني ولحنتها عند بيت مرتي هلأ وقتها كانت رفيقتي 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 مش رفيقتي إنه نحنا كنا نحكي مع بعض أو شيء لا يعني كيف سابت الظروف فلحنتها وقتها وحدها كان مدويها نعم رجعت أنا لطلعبت غنية وعجبتني الغنية وحتى طلعبت براسي على السوشيال ميديا وشوي إزاعات وتيفي ولكن شاءت الظروف النوء إجت لأفين تساطعش وقضيت على أحلام مكتار ايه طبعاً الثورة اللي صارت أو الحركة اللي صارت مش هي للسبب سبب مؤقت كان اللي إجمع بعدها كورونا اللي هلكتنا لأنه سكرت عنها الباب لأبره وإنهار اللي عملي عنا بالبناء وقزمة الاقتصادية ايه تلت تلت سنين تعطلنا صراحة هالأغنية صورتها؟ صورتها وقتها فيديوك اللي بخبرني شوي عن أنا ما كنت بدي صورها بضحاء عمل الليليكس فيديو وخطه على اليوتيوب وفيسبوك وإنستجرام فأنا عني صديقنا زياد كريمة اللي عندي في فريق عمل اللي ممكن هو هلأ محمد الديخ اللي حم نشوفه على البيسيم نعم واللي بنعمل لك باجة حلو كذا وعملته كان يعني منيه حلو عجبني ولكن ما شفته على التيفي شفته على وسائل التواصل الاجتماعي ايه على اليوتيوب نزلته حتى اليوتيوب ما قدرت أرجع كف دعمه لأنه وفت للحياة عنه نعم بليلة وضحاغة خلينا نسمع شو رايما نضاع الهوى شو رأيك؟ عندكم ولا عندك؟ لأ عندك عندي أنا لعيف طيب مش معانو أنا الصبح ما بحب غني ما عليش هيك لصوت لبنان جمالك لبنان تكرا معانو صوت لبنان حقال ليكيها من كوبلي كنا سوا وكان الهوى ملعب لها القلبين نص الدارب ضيعة كلمة حتى نقص نصين كنا سوا وكان الهوى ملعب لها القلبين نص الدارب صمت القلب حتى نقصى من الصين قلبي اللي حبك مات مكوي من القات وأخدمه حكايات حلوة من سنيني ضاع الهوى الكبير وأيام حلوة كتير محسبت هيك يصير والقد تأذيني حلوة كتير قبكتيني على الصلحة فيه لاني حلوة كتير أنا بكل الأحوال شهدت فيك مجروحة كريم أنت ما بتهدى ولا هدية بفترة كورونا الحمد لله شغلك ما وقف لأنك بتعرف جمهورك أو الناس اللي بيحبوك شو بيحبوا يسمعوا منك إنما أداء كريم مؤثر بحق حاله على وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي أصدق يوتيوب وإنستاغرام وفيسبوك وهلأ مؤخرا لأ أنا هلأ هني تيك توك كمان هلأ تيك توك هلأ ألعت فيه لأ كان ماشي الحال بالتيك توك أوكي هم بطلع لايفات اليوتيوب متله متل أي تيفي أنا ببعده يعني ببعده دا طبعا عملك شو ما بس إنستاغرام وفيسبوك ممكن يكون الفنان متواجد أكتر بس ما أنا مأثر بالفيسبوك موجود بالمبدأ هلأ شوية تيك توك لهاني عن الفيسبوك وإنستاغرام بس هلأ أنا عندي خطة متل ما بتقولي تكون إنستاغرام مع يعني كأنه عم بعمل فيديو كليب حتى لو قاعد أنا بأي محل بالبيت بالطبيعة بدي صور بدي جيب كاميرا يعني يعني يلو أدواته صحيح صحيح قريبا هارجع كل شيء يعني ناطرينك إن شاء الله ناطرينك كريم أنت ملحن بتلحن ما احترفت ما عرضت حالي لتاجر يعني ما بعد أي ما بعد ولكن أنت بتلحن أغلبية أغنياتك ملحن كتير ومحتوطين بالجرور بالجرور أنا بعريف يمكن ما طرحت حالك ملحن إنما الناس بتحب تعرف هيدا الشيء ليش خبيت هيدا الموهبة مش خبيت الموهبة الموهبة موجودة بالبيت موجودة لأ ليش خبيتها عن العالم ما نزلت على السوق الملحنين يعني زرع استوديوات عمل دمويات احكي مع فنان قلو طاع عندي غنية بس طفي مرة عندي أغنية خاصة لناس لصديقي قال لي بدي أعمل أغنية لمرتي كاتكلمات ولحن ليها وحطها بصوتك لفعل استوديو يعني و من دون بلاش صاحب كتير وخدها زي بدك نزلها هي بالفصحة حطيتها ما نزلتها لألي يعني قانيت مرة بالصدفي أنا على الفيسبوك لايف طالع من السيارة حطيتها بالسيارة وقالوا شو رأكم بالغنية هاي آه أوكي الفنان وعد صعب شفته بمناسبة قال لي هاي الغنية عجبتني وبيديها فحطيته يعني بالسعر كتير بسيط يعني نحن نزومها بالنهاية طبعا هاي دي اللي صاري كمان وعد صوت حلو وعد اي صوت حلو كتير واسم سيدة القصور وشو عندي بعد بس هاي الغنية وانا غنيتة يعني هو اللي أنا ملحنن اللي نزلو على السوق الفني نعم شو في جديد في جديد في شي ملحن اشياء حلوة كلاسيك وفي شي سريع وفي شي أغنية من تامر علي شريع منه هاد حوقها من فترتشي أربع سنين نعم اسمها أجمل موعيد الدنيا مصرية حلو كتير ما أقول نقدر نسمع شي منه هلا لا أنا ما نزلت ما بعد خلص ما بدي أحرجك كتير أنا نشتعجيني أنا عم بتحجز لأنا ما بدي أغني ألا أنا بعرف كريم أنت بتغني للعمالقة مثل ما قلنا بتغني أغنيات قديمة من الزمن الجميل أديش هيدا الموضوع بحملة مسئولية لما تجي تلحن لإلك أو حتى يمكن أزن طلب منك تلحن لغيرك ما هذا الموضوع عم بأخرني أني نزل شي ما خبرتك لأنك معود يمكن تغني الأغنيات لتقيلة كتير مش بس هي الأغنيات عادي الأغنيات لتقيلة هي إذا بديك فيها بعض فني كبير فيها أرضية فنية عالية جدا يعني مش حنقدر نلحن مثله وأزن نحن بالفترة منلحن هلأ شي حنأخذ أشياء منه من دون ما نسرقها يعني أنا عطول بلحن لأ أنا كتعوالت إنك تسمعها فصارت بالمخزون طبعا الفنان شو بلحن يعني ليش أنا ما بلحن ياباني يعني مش سامع على السقافة هاي ديك ربيت على السقافة العربية المصرية واللبنانية نعم يعني باللاواعي بالمخ يعني الموجودين فأكيد جمل يتأخذوا وفي كتير أغاني إذا بدك عمالقة اللبنانيين يعني أخر عن قود ملحن بركات بمين مأثر فريد الأطرش يعني مثلا أنا بيحكي فأكيد هذا الموضوع في كتير أمرار بقول أنا بنزل غنية برجع بغني شيء لو أم كل سوم مثلا على العود بقول شو ملحن أنا معاش بدي يغني نعم كريم كريم لما الفنان بيكون هالقد متعمق بالقصص الأديمة لما بيسمع هلأ بعض الأغنيات يلي عم نسمعها ويمكن أدنى من المستوى المطلوب شو بحس يعني أنت ككريم الشاعر يلي بتغني أهم الأغنيات يلي عندك أغنياتك الخاصة يلي عندك زوء فني راقي بالنسبة للأغنيات الهوطة يلي عم نسمعها شو بتقول له هيدا بالنسبة لي كفنان وبالمنافسة بمبسط أنه أنا ممكن أعمل شيء أحلى بكتير ولا يقارن بس ولكن لما نشوف ردة فعل كتير من الجمهور بحبط بحبط جدا يعني إحنا قلنا إيش دي السوشل ميديا لحتى تنقذنا أنا كفنان ماني قادر أدعم بالتيفيات عنا بهذا البلد نعم يلي ظلمنا فنيا مش كبلد يعني البلد نحنا هون قطاعات خاصة مش كدولة عم بيحكي يعني عم بتقاوم فنيا عم بتقاوم فنيا و أنا عم وجه رسالة لوسائل عالمية للي مش حربتنا لأنه مبدا كريم خلص اللي بيجي بيدفع مبلغ بيفوت طب مش قادر شو بعمل يعني أنت عم بتحارب بالله شعور بس لما قشت السوشل ميديا مبسطنا ولكن شفنا مالي تاني سوشل ميديا لأنه مفتوحة للجميع مرأت كتير ناس وللأسف يعني ممكن الناس عم تتمصغر على الغنية بس بتشير لصاحبها يعني عم تنشرها نعم يعني الناس بيشيروا لبعض لأكمل لغنية لك شو عمل بشيروا يعني بيعملوا شير 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 محبت باللغة العامية طبعا نساح نساح فبينشروها بطريقة غير مباشرة بتسمع لحدا من الجيل الجديد وبيلفتك أي جيل يعني أي سنة يعني ليه أصغر من جيلك أصغر من جيلي يعني الوليات اللي هلا قد نسمعوني هل في حدا لفتك؟ في التبعة هذا الشغلة فرحتني أنه فيه أولاد بيغنوا طرب بهالطريقة هايدي وأحلى كتير من المطربين موجودين نعم وبس للأسف عنا هوني هلا ما كتير شي عامل فتني لأنه الترند اللي عم بيضربوه صحيح ماش كل هون منهم للأسف بس نحنا من دل بدنا نسمع أغنياتك الجديدة رح نسمع طبعا ضع الهواء وناطرين الجديد من بعد ضع الهواء بدأ اتمنى لك كريم الشعر كل توفيك مرسي لصوت لبنان وبالمناسبة بدأ عزي أهل الضحايا بسوريا وبتركيا وكل إنسان اتضرر والله يحمي لبنان أنا يحميك وشكرا لوجودك معنا وكل التوفيق كريم الشعر شكرا للكم مستمعينا ومشاهديننا خليكن معنا دايما عبر صوت لبنان شكرا للمشاهدة